اهلا بحضرتكم مرة اخرى يسعدني ويشرفني ان يكون معي الاستاذ صروة الخرباوي يعني مش عالف اقول علي غير ان انا رأيي ان هو مفكر وروائي كبير اهلا بي اهلا وسهلا فيه رواياتك الحلوة بقى فيه رواية بكتبها دلوقات فيه رواية كتبتها طبعا لها زمكان جميلة ممتعة ممتعة يعني قريتها طبعا قريتها من زمان او ما نزلت ده نزلت من بدري من بدري اه بواجه بها الاساطير المؤسسة لما يسمى بالاسلام السياسي فكرية دي الجديدة اه وضعبتها رواية ولا كتاب سياسي لا هو انا بكتب رواية حاليا بتكتب رواية حاليا نعم هي اقرب ما تكون الى لها فيها نزعة صوفية الله حلو ده لكن في نفس الوقت بتواجه الافكار المتطرفة للنسخة المزيفة او المزورة للاسلام التي وصلت الينا لانه احنا الحقيقة اللي موجود قدامنا الواحد بعد دراسة وبعد عمره وبعد بحث وبعد التقصي اتضح ان فيه اشياء مررت ودخلت علينا واستقبلناها وكأنها دين او استقرت فينا واستقرت فينا اصبحت كالثوابت لدرجة لو انت جيت دلوقتي تنقشها يبقى انت كأنك خرجت من الاسلام وانت انكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة يبقى بالتالي ووضع الانكار مكان الكفر يعني وكأنه انسان لم يقتنع بأمر من الامور فبالتالي والعقل هو مناط التكليف طبيعي فاذا بيه يكفر ويصبح كافر استخدام مصطلح الكفر في غير موضعه ده امر كان في منتهى الخطورة رفع ايات القتال كراية للمسلمين ده برضو رغم ان ايات القتال كانت لها ظروف وصياق محدد ووردت في القرآن فيما يتعلق بالحروب الدفاعية فقط ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم عنطر بن شداد او سيف بن زيد والله انا قلت لسه بسكلم في المقدمة على الحكاية دي لان قلت لهم اذا كنا احنا فتحنا غزو بعض الدول هنا حوالينا طب ازاي الاسلام راح الصين والهند وباكستان وافغانستان واندونسيا الاسلام فيه قوة ذاتية والقوة ذاتية طبما له انه هو ينتشر لكن احنا شوف انت حتى التعبيرات اللي بقينا نستخدمها دلوقتي نجي نقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين وكأن الاسلام ده الدعوات التي على المنابر وكأن الاسلام دلوقتي مثلا هو في حرب هو في قتال وفي ناس زنينوف كورنر معين وبيقاتلوا احنا فيه كم مليار مسلم في العالم احنا الاسلام قوي بذاته ربنا لما بيقول لنا ان تنصروا الله ينصركم ليس معنى ذلك ان ربنا فيه اعداء بيحصره تعالى الله عن ذلك وعن هذا التصور الذي يرد في ازهان الناس لكن معناه عندما ان ننتصر لله اي ننتصر لله في نفسنا يعني نتبدق معاني الاسلام وقيم الاسلام العليا في نفسنا هو ده الانتصار لله في قلوبنا زي ما القول القديم اقيموا الاسلام في قلوبكم ودعني ارى الاسلام في سلوكك وتصورك وتظروفك صحيح 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 هو ده الدين فعلا هو ده الدين اه صحيح لكن الحقيقة وصلت لنا نسخة تانية النسخة التانية تصور فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بالمقاتل اللي هو كان يطوف على زوجاته في اليوم الواحد بغسل واحد زوجاته التس ليه يعني كان اللي يروي الحديث دوت سيدنا انس ابن مالك طيب سيدنا انس ابن مالك عرف وديه حديث وردت في البخاري ومسلم طيب هل خرج كان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو كان حيي الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا طبعا في قدمة الحياة كان يخرج بعد ان يأتي زوجة من زوجاته عشان يخبر انس ابن مالك دي اهانة للرسول عليه الصلاة والسلام وتشويه لهذا النبي العظيم لما نقول كده كان زيدنا انس ابن مالك يتجسس على الرسول مثلا عشان يحرف لا من فعل اشياء اشياء كثيرة يعني كانت تقالوا كأننا عايزين نفتخر بالرسول عليه الصلاة والسلام بقوته بفوتوته بشبابه يعني الكلام ده هو الكلام ما اللي احنا نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو ربنا ارسله ليه وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين عشان تكون رحمة مش مقاتلا للعالمين مش ضاربا للعالمين مش مجبرا للعالمين إنهم يتبعوك لا ربنا ما قلت كده فلعلك باخرون نفسك على أثارين أثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديثي أسفا الحديثي أسفا صحيح صحيح الفعل الفاحش من الإخوان إلى دعش زي آخر مقال كتبه الأسازة الصروة الخرباوي وفي هذا الإطار نتحدث عن هذا الحدث أو الأوضاع المخيفة الجنونية المجرمة التي تحدث تحت سطار أو تحت استخدام كلمة الإسلام والمسلمين هم فكرتين في العصر الحديث الفكرتين دول تم اقتربوا من بعض وامتزجوا ببعض أن تجلين تلك التشكيلات والتقونات التي أعتبرها مسوخ في حقيقة الأمر ليه؟ الفكرة الأولى هي فكرة استعادة ما يسمى بالخلافة وأطلقوا عليها الخلافة الإسلامية وهو أصلاً ليس في الإسلام هذا المسمى حتى أنه الخلافة اللي كانت بدءاً من سيدنا أبو بكر الصديق إلى سيدنا علي بن أبي طالب كان اسمها الخلافة الرسولة ولم يطلق عليها الخلافة الإسلامية على الإطلاق المسمى لا مش موجود وبعدين جات الخلافات اللي بعد كده أطلق عليها أسماء الأسر اللي بتاعتها الأموية والعباسية الأموية والعباسية الفاطمية الأيوبية اللي كذا كل الإخشيدية صحيح دي كان حكم أسر لا علاقة له بالإسلام في مفاهيم الإسلام وقيم الإسلام وإحنا شفنا فيها لكنهم كانوا يحكمون باسم الإسلام آآ ما هنا ده بقى الاستغلال ما ليس علاقة ليه علاقة لا الاستغلال السياسي للإسلام آآ من الأول من بدري هؤلاء حكام حكموا واستغلوا راية الإسلام وإسم الإسلام عشان يبرروا لأنفسهم قهر الشعوب إنما مش علشان يحكموا تحت استطار قال الله وقال الرسول ليشتغل لهم ما عايزينه هذا صحيح وهذا ما يحدث الآن فبالتالي أنا بقول أنه لا علاقة له بالفهم الصحيح للإسلام إنما كون أن الإسلام استغل فيه فده أمره فكلمة الخلافة ثم بعد ذلك استغلت حكاية الحاكمية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون امتاز جدي مع دي لما حسن البنة أطلق جماعته سنة 28 كان بينادي باستعادة دولة الخلافة وأطلق عليها الخلافة الإسلامية التي كانت قد سقطت عام 24 لما طلع أبو بكر البغدادي بيعلن إنشاء دولة الإسلام في الخلافة الإسلامية في 29 ستة الفات كان بيقول أنا هدفي ومبتغاية ومرامي هو أن أنا أعلن دولة الخلافة الإسلامية اللي هي كان بيقول عليها حسن البنة برضو فتجد إنه وكأن هناك خيط متصل وحبل متصل من جماعة الإخوان التي كانت أول جماعة تطالب باستعادة مسمى الخلافة وهي أنظمة حكم لنا أن نطور فيها وأن نغيرها وأن نبتكر لأنفسنا كما نشاء لكن هم عايزين نموذج نستعيده من 1400 سنة ونحطه كما هو وكأن الدنيا لم تتغير وكأن الزمن لم يتغير وكأن أنظمة الحكم في العالم لم تتغير وبقى في حاجة اسمها حدود ووطن فكرة الوطن في السابق لم تكن واضحة الآن هناك وطن رغم أنها كانت واضحة عندي سيدنا طبعا الرسول عليه السلام كانت واضحة فكرة الوطن عنده طبعا ليه بقى هو وضح لنا دي وعرفنا إن فيه فارق ما بين الإيمان والانتماء أنا أنتمي إلى وطني وأؤمن بديني ودي غير دي يعني أنت ما تجيش تقول أنا أنتمي إلى الدين ما تقولش كده إنما تقول أنا أنتمي لأن العلاقة علاقة الإنسان بينه وبين وطنه هي علاقة انتماء إنما علاقته بدينه دي علاقة إيمان أنا مؤمن بي إنما الانتماء ده أمر آخر الانتماء يكون لمكان فهنا مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة وهو بينظر إليها شوف بقى الحنان والمشاعر ده الوطن التي تدفقت منه ده فكرة الوطن فكرة الوطن وهو بيبص المكة وهو خارجه وهو يتأسف إنه هو سيب وطنه وبيقول إن أنت أحب البلاد إلي ولو لأنهم أخرجوني أخرجوني أخرج يعني ولما شوف برضو لما جه الفتح مرة تانية ورجع إننا فتحنا لك فتحا مبينا ورجع مرضاش يسيب أبدا المدينة اللي هي أهلها يتصروا لي ده ما كانش يبقى أصل بقى بقى أنت تيجي عندنا وننتصر ليك وبعدين أول ما تعلم بقى وتبقى أنت قوي تسيبنا وتمشي تسيبنا وتمشي فالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أصيل لأنه بمأصل قال لا أنا ما سيبش الناس اللي نصروني وفضل موجود في المدينة ومات عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة شوف الرقي وشوف الأخلاق وشوف فكرة الوفاء وفكرة الانتماء فيجي بعد حسن البنة ما مات كان فيه واحد اسم تقي الدين النبهاني جه من فلسطين من القدس وراح نازل على مصر دخل الأزهر التحق بالأزهر وأخذ شهادة العالمية من هناك من الأزهر واتعرف على حسن بناء يمية حسن بناء أراد أنه يضمه إلى جماعة الإخوان لكن هو كان له رأي آخر خلاف حول الطريقة الحركة طريقة الحركة مرضاش ينضم إلى الجماعة بعد ما دخل فيها وانخرط فترة من الوقت إلا أنه سابها ورجع على القدس عشان يبقى هناك أحد القضاء الكبار في المحكمة العليا في القدس ويعلن عام تلاتة وخمسين إنشاء جماعة سماها حزب التحرير حزب التحرير اللي إنشاءه التقييد دين نبهاني له هدف واحد هو استعادة دولة الخلافة الإسلامية له طريقة عشان الاستعادة دي قال أنا لازم أتخلص من التواغيط ضم بقى لها الفكرة بتاعت أبو الأعلى المودود والفكرة بتاعت حسن البنة في تفسرهم وتأويلهم لآيات القرآن في غير موضعها الآيات صحيحة طبعا لا يستطيع أحد أن ينكر الآية القرآن يومًا لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لكن إنت شوف السياق اللي نزلت في الآية والموضع والمعنى وكلمة الحكم معناها هل معنى كلمة الحكم هي القانون الذي لم يكن قد عرف فيه هذه القلقات يعني أشياء كثيرة مش ده مجال الحديث فيها لكن قال تقييد دين نبهاني وحزب التحرير قالوا الرأسمالية حرام الديمقراطية حرام الاشتراكية حرام كل الأنظمة الأرضية حرام حرام ومالإيباء النظام اللي عندهم قال هو نظام الشورى واستعادة الخلافة الخلافة ثم تطبيق الشورى وتطبيق الشورى على وجهين شورى ملزمة وشورى معلمة تطبق دي وتطبق دي وبعدين مازال حزب التحرير طبعا وده ورقة من الأوراق اللي ممكن نفاجأ في يوم نصحة من النوم نلاقي حزب التحرير موجود لأنه منتشر وهو تنظيم دولي زي التنظيم الدولي لجماعة الإفوان هو موجود في أسيا وفي وسط أسيا كتير وحتى أنه هو حزب التحرير نفسه بيقول احنا عددنا الآن في العالم تتفوق على 12 مليون مسلم تحت جناح حزب التحرير لكن ده أنا بحكي عن التطور التاريخي جينا قفزنا بقى إلى القاعدة مين اللي عمل القاعدة أساسا اللي أنشأها عبدالله عزام بتاع الإخوان وأسامة بن لادن اللي اتنين مع بعض عبدالله عزام من فلسطين وأسامة بن لادن من السعودية أنشأوا تنظيم القاعدة ولما أنشأ هذا التنظيم تلقى دعم غير منكور لا ينكره أحد الآن من الولايات المتحدة الأمريكية من المخابرات الأمريكية لأنه كان يواجه الاتحاد السوفيتي وكان هدف أمريكا وقتها استغلال هذا التنظيم في توجيه ضربة قوية الاتحاد السوفيتي عشان تتخفض الردبة بتاعته وتنزل من رد بالدولة عظمة إلى رد الدولة كبرى وبعدين تنظيم القاعدة ده يطلع يستولد منه وبعد ذلك يجي في العراق أبو مصعب الزرقاوي يروح أبو مصعب الزرقاوي يعلن حركة التوحيد والجهاد اللي أنشأها ثم يعلن انضمامه إلى القاعدة ويدي البيعة لقسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي ربي كوادر معاه يربي أبو عمر البغدادي وبعدين وأبو بكر البغدادي اللي أبو بكر المغدادي اللي هو دلوقتي أطلقه عليه خليفة المسلمين واللي أعلن دولة الخلافة الإسلامية لما جاه ينشئ التنظيم بتاعه اللي هو مستولد من عدة كيانات مستولدة أيضا من تنظيم القاعدة جيش النصرة اللي كان في سوريا على حركة التوحيد والجهاد اللي في العراق وينشئوا حركة داعش لو تلاحظ داعش أي الدولة الإسلامية في العراق داعش مختصر كلمة داعش مختصر دولة إسلامية خد الحروف عربية طب هتفاجأ بقى بحاجة غريبة هو إحنا عندنا في ثقافتنا العربية أستاذ محمود وضع مختصرات في بداية لا ما عندناش ما عندناش الكلام دا موجود في ثقافة الغرب لأن كلماتهم طويلة كده فبيضطروا يختصروها يختصروها يحطوا للأمم المتحدة مختصر لأن المنظمة مش عارفة مختصر للمنظمة للمخابرات الأمريكية C.I.L وكذا لكذا مختصرات ما عندناش في اللغة العربية لكن أنا ملاحظ أنه ساعت مؤتشئة حركة حماس حركة حماس دا فيه ناس دلوقت مش فهمة المعنى فاكر أن حماس يعني الناس متحمسين أو وقدهم الحماس يعني درجة كبيرة لا حماس دي المختصر بتاع حروف الحركة حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس طيب بعدها بسنوات قليلة يجي محفوظ نحناح في الجزائر يعمل حركة اسمها إيه؟ حمس حمس اللي إيه إيه؟ حركة المجتمع المسلم برضو مختصرات تستعجب تقول هو إيه اللي هم على فكرة بيرفضوا كلمة داعش هم داعش نفسهم بيجلدوا اللي يقول داعش 80 جلد ده إمتى؟ هناك في العراق إمتى؟ دلوقتي دلوقتي حاليا حاليا ليه؟ لأنه هم كانوا في حركة داعش دي والاسم ده المسمى اللي هم أطلقوه على نفسهم ده كان مرحلة من المراحل ثم انتهت هم دلوقتي مش فاركة اه انتهت المرحلة هم دولة دولة خلافة دلوقتي فلو حد جاي يقول لهم داعش يعني فبالتالي أعلنوا إلغاء اسم داعش نحن الآن مش حركة أو تنظيم أو دولة العراق دولة الإسلامية في العراق والشام لا عراق والشام إيه؟ ده إحنا العالم الإسلامي كله نحن بقى اسمهم دلوقتي دولة الخلافة الإسلامية ده الإسم بتاعهم دلوقتي فبالتالي وهم عند هذا الإسم إذا حد جاي استخدم لهم الإسم القديم لا مش مطلوب لأن احنا أصبحنا أكبر من الإسم القديم وأعلن أبو بكر البغدادي وطلع في الخطبة بتاعت الجمعة اللي بعضنا شافها وخطب وتكلم وأعلن أنه هو وأبو بكر كلمة أبو بكر الكونية بتاعته دي مستمدة من سيدنا أبو بكر صديق وكأنه بيقول إيه؟ أنا الخليفة الأول الجديد بقى في الزمن الجديد أنا أبو بكر بقى الجديد طبعا هو هدفه وعشان كده بيجلدوا وبيعملوا ليه لأنه مش هدفه العراق والشام العراق والشام هو هدف الأمة الإسلامية كلها هدف الأمة الإسلامية كلها هو يبقى الخليفة بتاع الأمة وهو بيقول أنا دلوقتي الخليفة بتاع هذه الأمة ويحاول أن يسيطر ويصل إلى لذلك فيه خطر منه يهدد الكويت وخطر يهدد السعودية المنطقة العربية السعودية وخطر طبعا وهو ليه ليه وقفت عن السعودية والكويت الخطر أهام أهام أنا بقولك لا 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 عشان قريبين يعني ولا إيه أنا ده أنا بحدد ده أنا ده أنا ده أنا لست بقول طب أنا عايز أفرمشان بس المشاهد معنا يفهم يعني هو هو خطر على كل الأمة الإسلامية آه إنما انت حددت الكويت والسعودية عشان قريبين من العراق مثلا عشان قريبين هو عايز ايه هو لما بيطلع ويروح يسيطر على البنك المركزي هناك وياخد مليارات آه قدر ياخد مليارات الدولارات ولما بي آه بقى معاه جيش دلوقتي فيه دبابات وفيه مدرعات وفيه سواريخ الحاجة الوحيدة من أسلحة الجيوش اللي مش موجودة عنده هي الطائرات بس بس يعني ممكن يجيبوها بعد شوية وممكن يجيبوها اللي بقى معهم فلوس وفيه دعم وفيه أجهزة خفية تقوم بدعمه وبتقويه وتجيبوه من سوريا وتوديه هو أنت مع ضربة ضربة أمريكية لدعش بص يعني هو النهاردة قالوا أن فيه ضربة أمريكية آه طبعا بس هو يعني حدست وحتحدث وإيه إيه 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 رأيت بص ما هو يعني القاعدة لما أنشأتها وساهمت في إنشأها المخابرات الأمريكية أي ده خلها تستغل لها وبعدين بعد كده تتخلص منها وتوجه لها ضربات ودي سياسة أمريكا على طول ودي سياسة أمريكا حتى مع الدول مع شاه إيران حتى مع الرئيس المصري الأسبق محمد حسن مبارك مع غيره مع غيره هو اللي ملومش مع مصلحة بيتخلوا عنه برموه على طول ملومش دعوه ملومش أمان على الإطلاق فبالتالي هو لما بيوجه ضربات الدربات دي ضربات لا تقضي على داعش لا تقضي 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 فقط تحجم لا تقضي صغر فقط يعني لا تستطيع الضربات الأمريكية أن تقضي على داعش لا لا إنه مش هينزل بقوات برية لا مش هينزل بقى تاب خلاص بقى برية آه برية دخل على مستنقع جو مش هيقدر يخرج منه تاني بسلام لكن انت ليك رأي إن داعش ممكن تكون يعني بعد فترة تتقدم يعني ناحية الكويت والسعودية والحدد دي هو دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية لما بتضربها بتضربها المصلحة مين خايف أنهم ياخدوا بعضهم طبعا 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 ويروحوا لأمريكا أيوة الكويت الأمريكية طالعة منين أصلا طالعة من قطر طالعة من قطر بس هم بيعملوا كده ليه لأن هم بيقولوا لدول الخليج أنا الشرطي بتاع العالم خلي بالكو وأنا اللي أقدر أقضي على الخطر يعني تزرع لهم الخطر وتقول لهم دول الخليج وتقول للعالم المنطقة كلها أنا اللي أقدر قبل كده قبل ما تقود التمنى على طول على طول طول وقت هو تعرف أنا كنت في الكويت من حوالي سنة وكنت بتكلم مع أحد الشخصيات الكبيرة هناك وكان بيحكي لي عن مسألة غزو العراق للكويت وبيقول أن أمريكا طلبت من أمير الكويت وقتها أنه هو يعمل قاعدة أن أمريكا تعمل قاعدة عسكرية في الكويت كبيرة فأمير الكويت رفض راح اللي حصل إيه وإيه أمريكا قالت وهنتفع لكو فلوس فاللي حصل إيه اللي حصل لأنه صدام تم استدراجه للدخول إلى بالسفيرة الأمريكية بالسفيرة الأمريكية قال جرجلاته صحيح وبعدين بعد كده الكويت اللي ندهت أمريكا وقت لها تعالي طبعا وبعدين ده مش تعالي بس ويبقى القاعدة موجودة إلى الآن في الكويت لا ده كمان الكويت تدفع فلوس لأمريكا اللي هي كانت أصلا هتدفع طبعا هي مجبرة وهي مضطرة أنا لا أعيب البلد راحت أنا لا أعيب عليها ولكني أشرح الأفكار الشيطانية الخطط الإبليسية اللي بتعملها أجهزة المخابرات في أمريكا أجهزة المخابرات في أمريكا من جانب والقوة التي تعتمد أو يعني ترتكن للإسلام كذبا بتساعدها ما هي دي بقى أدوات دي أدوات موافقة هي أنها تبقى أدوات الأمريكان موافقة هي مرحبة مرحبة جدا يعني دي قوة خائنة وحقيرة يعني لأن هم موافقين فكرة الوطن مش موجودة عندهم فده أمر عادي ولا عندهم فكرة سيد صاروة أصلا يعني يعني طيب أنا حسيبي الوطن أقول يعني الدين هم عندهمش دين دول لا ليقتلوا المسلمين ما يبقاش ما عندهمش دين صحيح ده هم يعني يبقى دي ناس مرضى نفسيين مثلا والناس عندها لا دي ناس عندها شهوة للسلطة ما هو ده أمراج وللجاه وللفلوس وللبتاع ومضحية في ذلك بكل القيم والأخلاق والنبل ولكن عشان يقنعوا مجموعة من الصبيان ومجموعة من الشباب الصغير فلا مانع من أن ترفع رايات الدين ولا مانع أن نتحدث عن قال الله وقال الله طيب نيجي بقى نسأل السؤال الأخير في يعني حلقتنا يعني كيف نستطيع إحنا التعامل مع هؤلاء وهم يستخدمون منطق الدين الإسلامي كلمة الإسلام وخليفة المسلمين هو الدين وين الحكم إلا لله وأنت تعلم أكثر مني الألفاظ أو الآيات القرانية التي يعتمدوا عليها وهي براء منهم جميعا هو بص دلوقتي كان قبل كده في السابق كنا نتحدث عن أن في تشكيل محركة الجهادية السلفية وأنه فيه تشكيلات تانية سلمية تمارس يعني وسطيات الإسلام أو اعتدال وده كان وهم إحنا الحقيقة كنا عايشين فيه فترات إنما اتضح لنا في خلال الفترات الأخيرة إن المشروع كله هو المشروع بتاع ما أطلقوا هم عليه في داخلهم سلفية جهدية اللي هي الانتماء إلى السلف والجهاد بالسيف علشان الدولة القديمة شكل الدولة القديمة يعود لا فرق في ذلك بين الإخوان وبين الجماعة الإسلامية وبين الجهاد وبين داعش وبين جيش النصرة وغيره من كل التشكيلات والتكوينات والقعدة وغيره التي ظهرت إحنا الحقيقة يعني بالنسبة للدولة دولة مصر مثلاً هي التي تعنينا علشان تواجه هذا الأمر لا ينبغي أبداً أن يكون المواجهة عن طريق الجيش بتاعنا اللي بيحمي الحدود بتاعتنا واللي ممكن يضطر أن يذهب إلى بلاد أخرى حتى يحافظ على أمن مصر ممكن يروح لأي دولة عربية تتعرض لخطر من الكلام دا ومعتقدش أن المصريين ولا الجيش المصري ولا حنسيب بلادنا تتعرض لخطر سواء في السعودية أو الكويت أو الإمارات أو ما ينفعش لا نهائي لأنه دا أمن قومي مصري أنا قلت لسه من لا وإحنا في الكويت ما روحنا برضه ما نسكتنا في الكويت طبعاً في الكويت روحنا لأنه برضه دي مسألة مش عايز النقاش صحيح لأنه دا كان أمن قومي بالنسبة لمصر وإحنا الحقيقة لا بصرف النظر عن أنه أمن قومي المصر بإحنا دول دي بلادنا دي أراضينا كلها أراضينا أراضينا بس أنا بقول بس أنا بقول إنه بالإضافة إلى أنه إحنا وطن واحد أمة واحدة هناك أيضاً هذا السبب هناك أيضاً هذا السبب زي ما محمد علي لما جي حكم مصر وسأل النيل ده جاي منين قال له جاي من بلاد الحبشة قال لا يبقى ده بس محمد علي ما كانش عنده تفاهم كان بياخد بيضم على طول فهنا يعني الحقيقة لو ارتكننا إلى الجيوش ثم إذا ارتكننا إلى الشرطة لوحدها يعني أنا لا أعتقد إنه يكون النجاح نجاح بس إحنا عندنا عدة أشياء أولاً إحنا عندنا خطر إنه أولادنا اللي هم بيتم مسح عقلهم وغسل أدمغتهم وبيتخدوا وعمل برمجة زهنية ليهم وبيتخدوا في مثل هذه الجماعات الواحد فيهم يشعر بأنه هو منتمي إلى جماعة أو كيان وأنه أصبح إنسان لو قمته بعد ما هو في الأصل إنسان مهمل أو سلبي أو غيره أنا لازم أواجه الكلام ده بمشروع فكري قوي أولاً المشروعات الوطنية وكويس إن كان فيه إن فيه مشروع وطني خرج فيه هذه الأيام اللي هو مشروع حفر قناة السويس الثانية لأنه ده يخلي فيه روح موجودة عند الوطن زي مشروع السد العالي مثلاً بقى فيه مشروع قومي طبعاً 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 فلكن برضو المواجهة الفكرية إحنا متأخرين فيها جداً يا أستاذ محمد جداً جداً وأنا طالبت كتير وقلت واجهت كلام لرئيس الوزراء واجهت كلام لرئيس الجمهورية وقلت إنه إحنا إذا ما اكتفين حتى فقط بالأزهر الشريف واعتقدنا أن الأزهر يستطيع أن يقوم بهذه المواجهة فنحن على خطأ ليه؟ لا يكفي لأنه مش لا يكفي بس ده الأزهر نفسه محتاج حركة إصلاح في الداخل الأزهر نفسه من داخله فيه كثير من المشاكل وفيه يجب أن يتم تغيير المناهج بتاعة الطلبة اللي بيدرسوها فيها أشياء كارثية إنما يجب أن يكون هناك مجلس قومي كبير والمجلس القومي يكون تابع لرئيس الجمهورية هذا المجلس يضع الكثير من الأفكار سواء فيما يتعلق بكيفية المواجهة ووسائل المواجهة ويستخدم في ذلك أدوات التعليم وتغيير المناهج الشباب الإعلام الثقافة ومراكز الثقافية وخصول الثقافة وغيرها المشروع ده يجب أن يكون في مجموعة صحيح كبيرة من علماء الأزهر الكبار المعتدلين مدرسة الشيخ محمد عبدو مدرسة العظيمة اللي هي كادت أنت مداثر الآن لكن في مجموعة قائمة أنا عايز أقول لحضرتك أن أنا أعتقد أنها عادت كبير جدا جدا من شباب مصر لا يعلم أي شيء عنه غير أنه في محمد عبدو بس هوين محمد عبدو محمد لي محمد عبدو ولا يعرفوا عكا على الإطلاق نعذرين لأن الدنيا فيها حاجة تانية وإحنا ما بنقومش بالدور ده الحقيقة يعني إحنا لازم إحنا كمان إحنا مخطئين بشدة في إن إحنا نقدم أعلمنا ورمزنا بأفكارهم على الأقل بش مجرد إن إحنا نحكي حياته لا لا أفكار لا أفكاره كانت إيه محمد عبدو تمام البادية من الجزيرة العربية بأفكار الحركة المحابية وده سياتك اللي عملو يكفروا دول بيكفروا محمد عبدو ده اللي عملو الإخوان في إنهم يعني شربوا الإخوان كل شيء عن حسن البنة وكل شيء عن زيد قطبو كل شيء عن شربوا غلهم صحيح إحنا بقى مش قدريين إحنا عندنا بقى عدد مهول من الإعلام والرموز طبعا يعني الشيخ محمد عبدو الشيخ محمد الخضرحسين الشيخ محمود شلتوت الشيخة بظاهرة مجموعة من الشيوط مفكرين السنهوري وغيره 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 في السيد الشيخ الخفيف اللي هو أول الشيخ الخفيف محمود الخفيف أول من تحدث عن أنه الفوائد بتاعة البنوك دي ليست ربع على الإطلاق وعقد التأمين ليس مخالفا للإسلام على الإطلاق ووضع بحوط فقية من أروع ومن أبدع ما يمكن في هذه الأمور لكن ده الحقيقة الحاجات دي وكأنه غطى عليها التراب إحنا الفكر ده عايزين نظهره نشيله التراب ده ويجي مؤسسة إزاي يعني هنعمل مجلس طب هنعمل إيه يعني يعني إشرح لي إيه اللي ممكن نقوم بيه يعني دور الأظهر ذالي دور بنتكلم فيه إن الأظهر فيه مشاكل إنما أنا أعتقد إن الإمام أحمد الطيب بيتحرك كويس جوه الأظهر وإن شاء الله يعمل شغل كويس إن شاء الله إن شاء الله غير كده نقدر نعمل إيه ما أنا بقول لحضرتك يعني لما يكون فيه مجلس قومي المجلس القومي دو هت يكون دوره إيه إيه بقى أولا ينظر إلى مناهج المشكلة من المشاكل عندنا في التعليم حتى التعليم من الصغر لأنه إحنا الثقافة بتاعتنا ثقافة القينية حتى كثير من العلماء اللي استدعاهم السلافيين يقول لك الحافظ ابن فلان الحافظ ابن فلان الحافظ ابن حجر مثلا يبقى مش الفاهم ابن حجر لا الحافظ ليه لأنه الثقافة بتاعته يشاد بيه ويتقال إنه حاجة عظيمة جدا لأنه حافظ فإحنا عايزين بقى نجي نغير المنظومة بتاعت التعليم بدل ما هو تعليم طلقيني يبقى تعليم حواري ونقاش وتنمية قدرة الطفل الصغير على الحوار والنقاش وما يخص القضايا بشكل مسلم بيها ونجي في الأسرة إحنا عندنا مشاكل في تربية الأبناء في الأسرة الواحد كرب أسرة يجي يقول لابنه افعل الكلام ده اعمل الكلام ده وما تناقشنيش ما تقولش إيه السبب لما يطلع الولد اللي تعاول اللي طول عمره في بيته يجب أن ينفذ الأمر وفي التعليم المدرس اللي يقول له عليه لازم يعمله وإذا فكر وناقش يبقى هو كده أخطأ منظومة التعليم وكيفيته تتغير لأن التلميس ده لما هتيجي تتلقفوا جماعات الأمر والنهي هيبقى على طول عجينة لينا معاها طيب إحنا عندنا قصور ثقافة إبراز المواهب بتاعت وتشجعهم على أن هم يكتبوا وأن هم قصور الثقافة تعود للحياة مرة أخرى زي ما كانت موجودة في الستينيات ولفترة في السبعينيات وتطلع لنا مواهب كتيرة وتشجع وتعمل مسابقات ويبقى وزير الثقافة الجديد دكتور جابر عصفور يجب أن يهتم بهذا الأمر اهتماما كبيرا لما ألاقي في الإعلام والغاية دلوقتي للأسف الشديد لسه المجلس الوطني للإعلام ما نشأش لغه منصب وزير الإعلام من غير ما يكون في مجلس ما حدش بيحط سياسة إعلامية ناجحة السياسة الإعلامية يبقى فيه مصاق تلتزم به أولا القنوات الخاصة مع القنوات الحكومية علشان تقدم ثقافة لهذا الجيل تؤثر فيه وما تكونش الثقافة دمها تقيل أجاب تحت التلفزيون الحكومي ما أقدرش أسمعها ما أقدرش أسمعها روح أقفله يعني ما شاء الله أنا مش عايز أتكلم عنك لكن أنت شوف أنت لما روحت التلفزيون المصري الحمد لله كانت تجربة آه كانت تجربة لكن عملت إيه رجعت المشاهد مرة أخرى إلى التلفزيون المصري يعني إزاي أنا خلي التلفزيون المصري مرة تانية لأنه ده في القرى وفي الريف وفي الأحياء الشعبية وفي أماكن كثيرة ناس بتتفرج عليه بكثرة طبعا طبعا ويبقى ده محل تأثير حاجات كثيرة أوي في هذا المجال ممكن يحط أفكارها المجلس القومي اللي أنا بقول عليه وده ممكن يساهم على المدى القصير والمدى الطويل في مواجهة تلك الأفكار المتطرفة طبعا بيبقى سؤال بقى بسيط كده هل هذه القوة التي يعني ترتكن الإسلام كذبا يمكن لها مراجعات أم أنها قد انتهت خلاص ما فيش فيها فايدة هي والإخوان على فكرة بالمناسبة هل ممكن أن يكون هناك ما يسمى بالمراجعات بحيث أن احنا ممكن نحل مشاكلنا بالدمار ولا هي هو رصاص وقنابل بس تاريخيا بالنسبة للجماعات الفاشية لا يوجد فيها ما يسمى لا بيش حوار ولا بالمراجعات لأنه حتى إحنا لما نيجي نشوف مصطفى مشهورة سأل سنة 97 أخوانتم مش هتعملوا جماعة الأخوان مش هتعملوا مراجعات فرح قايل أنا هنعمل مراجعات على إيه على القرآن والسنة يعني طالما أنه اعتقد أنه هو الإسلام وهو القرآن والسنة يبقى هيعمل مراجعات على إيه لا وفي أفكار ما هي حسن البنة لما المؤسس لتلك الأفكار جمعها كان بيقول لهم أنه أنت قومكم لما هيقفوا ضدكم في فترة من الفترات مش هيقفوا ضدكم عشان أنتوا عشين لا أنتوا كويسين بس قومكم مش هيبقوا مفاهمين الكلام ده ومعتقدين أنتوا عشين لكن أنتوا على الحق فبالتالي فكرة أنه على الحق هل يغير هل يراجع الرجل الحق الذي لا طبعا لا وخاصة أخينا كل حق متعلق والمولى سبحانه وتعالى وبسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ربنا يسر ربنا يسر إن شاء الله وها يسر شكرا جزيلا وعياتك إن شاء الله قريبا إن شاء الله بشكرك أسبوع على خير موسيقى اشتركوا في القناة